بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم رشاوته ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضه ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستازئون الله يستازئ بهم ويمدون في طغيانهم يعمون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثالهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صمهم بكم عميون فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما ضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج بي من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلي ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها نهر كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقا فأما الذين آمنوا في يعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلى الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصلوا يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم وقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدونه ما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة السجود لآدم فسجدوا إلا إبريس أباه استكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقاربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهم الشيطان عنا فخرجهما مما كان فيه وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقروا ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا هبطوا منا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم في أخاردون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدكم وإياها فارهابون وأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وأياها فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتابة فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين والتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصر وإذ نجيناكم من آلف العون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا ألا فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعدي ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقوم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا من حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سددا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدال الذين ظلموا قولا غيرا الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منوثنت عشر تعيناهم قد علم كل ناس مما شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام مواحي فادعونا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفوميا وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي وخيرونه بطمصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يحتدون إن الذين آمنوا الذين هدوا النصار والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرون عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزنون وإذا خذل ميثاقكم ورفعنا فلقاكم الطورة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين فجعلنا نكلم بين يديه وما خلفه مععظة المتقين وإذ قال مسار قومي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلون تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسهم فالدارات فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياتي لعلكم تعقلون ثم قسط قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خل بعضهم إلى بعضهم قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فويلوا الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليه اشتروا به ثمن قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم في أخالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم في أخالدون وإذا أخذنا مثاق من إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربة واليتام والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا مثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإيتكم أسارة فأدوم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضهم فما جزاء من يفعل ذلك منكم اللاخزيون في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخففوا عنهم العذاب ولهم ينصرون ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعدي بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرين فقليلا ما يؤمنون ولما جاءه كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضلي على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضبهم وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد وأنتم ظالمون وإذا خذنا مثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوةهم واسمعوا قالوا سمعنا وعاصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمروا الله بصير بما يعملون قل من كان عدو لجبريل فإنه نزلوا على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى المؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عادوا أحدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند لا يصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمه من أحد حتى يقول إنما نحن فتنتهم فلا تكفر فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لقد علموا لمن اشتره ما له في الآخرة من خلاقهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يقتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من وليه ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدن أو نصارة الكمانيون قل هات برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر في أسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسم العليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل لو ما في السماوات والأرض كل الله قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقولوا كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لو لو يكلمون الله أو تأتينا آياتهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابات قلوبهم قد بينا الآيات لقومي يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من وليه ولا نصير الذين آتناهم الكتاب يتلون وحق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم عن العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبلوا منها عدل ولا تنفعوا شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بتل إبراهيم ربه بكلماتهم فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمامهم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس ومنهم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسمعينا طهير بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله وليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النال وبئس المصير وإذ يرفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو علم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيم إلا من سفي نفسه ولا قل الصفيناه في الدنيا وإنه في الأخيرة لمن الصالحين إذ قال له رب وأسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلههم واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد قالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هدن أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من مشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أتي موسى وعيسى وما أتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفي كوم الله وهو السميع وعليم صباغة الله ومن أحسن من الله صباغة ونحن له عابدون ولتحاجوننا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلموا أم الله ومن أظلموا ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافرين عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يا دي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت الكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجر الحرام وحيثما كنتم فولي وجوكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم هم الله بغافلين عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تابعوا قبلتك وما أنت بتابعين قبلتهم وما بعضهم بتابعين قبلة بعض ولئن اتبعت أهوام من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين أتنهم الكتاب يعرفون وكما يعرفون بناءهم وإن فريقا منهم ليكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث قارجت فولي وجهك شطر المسجر الحرام وإنه لا الحق من ربك وما الله بغافلين عما تعملون ومن حيث قارجت فولي وجهك شطر المسجر الحرام وحيثما كنتم فولي وجوكم شطرة لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشون واخشوني وليؤتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلع عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكرون يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله يموتون بلا حياء ولكن لا تشعرون ولا نبلو أن نكون بشيء من الخوف والجوع والأقص من الأموال والأنفس والثمارات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمرة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليهم إن الذين اكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنوهم الله ويلعنوهم اللعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوبوا عليهم عن التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولهم ينظرون وإلهكم إلههم واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السموات وأرض اختلاف الليل والنار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما ينفحها فأحيى بها الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب مسخر بين السماء والأرض الآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أن لا يحبونه كحب الله والذين أمنوا شدوا حب لله ولو يرى الذين ظلموا إذ رؤون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شريل العذاب إذ تبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطع بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أننا كرة فنتبرى منه كما تبروا منه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلال طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قينا لهم اتبعوا ما أنزل الله وقالوا من اتبعوا ما ألفين علي أباءنا ولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثال الذي يكفر كمثال الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صموبكم العظم فهم لا يعقلون يا أيها الذين أمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه وتعبدون إنما حرم عليكم من يتتودم أحمد الخين زيلي وما هو اللبي الغير الله فمن يضطر غير باغه ولا عاد فلا يثمع عليه إن الله غفر رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب واشتروا به ثمان قليلا أولئك ما يكون في بطوء من النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ويوم القيامة ولا يزكيمونهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة من ودى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفيه شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبي ذوي القربة واليتام والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة والتزكاة والموفون والموفون بعدم إذا عادوا الصابرين في البساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد والعبد والأنثى بالأنثى فمن عفيا له من أخي شيء في اتباعهم بالمعروف هو أداء إليه بإحسان ذلك تخفيفهم من ربكم ورحمتهم فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب ناليم ولكم في القصاص حياته هي أولين الباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم موته انترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين المعروف حقا على المتقين فمن بدلوا بعدما سمعوا فإنما يثموا على الذين يبدلون وإن الله سميع عليهم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب علي الذين من قبلكم وعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا ولا سفرين فدتهم من أخرى وعلى الذين طيقون وفدتهم طعموا مسكين فمن تطوى خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خيرا لكم إن كنت تعلمون شهر الرمضان الذي منزل في القرآن هدى للناس وبهنات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصموا من كامل يضرعوا على سفرين فدتهم من أخرى يريدوا الله بكم العسر ولا يريدوا بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيبوا دعوة الدعاء إذا دعاني فلستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشودون وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله وأنك كنت تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فلا نباشرون وبالتغو ما كتب الله ولكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسر من الفجر ثم ناتموا الصيام إلى الليل وأتباشرون من تعاكفون في مساجد تلك حدود الله فأتقربوا وكذلك يبين الله وآياتين الناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فليقى من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل التي قلها موقيت للناس والحج وإن سبيل ربي أنت تلبوت من ظنها ولكن البرمات تقى وتلبوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون لكم لا تعتددوا إن الله لا يحب المعتدين وأقتلوا محيث ثقفتم واخرجوا محيث أخرجوكم الفتنة وستدوا مقتلوا وتقاتلوا عند مسي الحرام حتى يقاتلكم فيه فإن قاتلكم فاقتلهم كذلك جزاء الكافرين فإن أنتهوا فإن الله أفور رحيم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن أنتهوا فلاعدوان إلا على الظالمين الشاء الحرام والشاء الحرام والحرمات وقصاص فمن يعتدى عليكم فأعتددوا عليكم بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلى من الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم للتهلوكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج العمرة لله فنحصتم من السيد سلام الهديو ولا تحتقروسكم حتى يبلغ الهديو محي له فَمَنْ كَالَ مِنْ كُمَنْ يَظْنَوُ بِهِ أَذَمِ الرَّصِيفِ فِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامَنَوَ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ وَمَا تَفْعَوْنُ خَيْرِ يَعْلَمُ اللَّهُ وَتَزَوَجُهُ فَإِنَ خَيْرَ الزَّالِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ليس عليكم جناحون أن تبتكم فضاء من ربكم فإذا أفضتوا نعرفاتي فاذكروا الله عندما شاء الحرام واذكروا كما أداكم وإن كنتم من قبلين من الضالين ثم أفضوا نحيث أفضوا الناس وستغفروا الله إن الله غفور الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقوى ربناتنا في الدنيا وما له في آخرتهم الخلاق ومنهم من يقوى ربناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرت حسنة وقين عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسموا الله وسائل الحساب واذكروا الله في أيام معلودات فمن تعجف يوم لي فلا إثمع لي ومتخر فلا إثمع لي من التقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وانشهد الله على ما في قلبه وولد الخصام وإذا تولى سعف الأرض ليفسر فيها ويوليك الحرثة والنسى والله لا يحب الفساد وإذا قيل لو اتق الله أخذت العزة بالإثمي فحسبه جهنم ونبيس المهاد ومن الناس من يشن يفسروا باتغام أرضات الله والله روف بالعباد يا أيها الذين مدخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زلتهم من بعد ما جاءتكم البيانات فعلموا أن الله عزيز وحكيم هل ينظرون إلا ياتيهم الله فضل الإمن الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله يترجعوا الأمور سالبني إسرائيل كما تنعوا من آية البيانات ومن يبدل لعمل الله من بعد ما جاءتهم فإن الله شهدوا للعقاب زينا للذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم من القيامة والله يرزق من يشاء وبغير حساب كان الناس همت واحدة فبعث الله نبينا بشرين ومن ذرين وانزل معنا كتاب الحق لحكم من الناس فيما اختلفوا فيه وبختلف فيه الذين اتقوا بعد ما جاءتهم البيانات وبغيرا بينهم فهد الله الذين آمنوا لم اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يأدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قلبكم مستتم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معهم متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا يقول أقول ما أنفقتم خير فللوالدين والأقربين وللتام المساكين وبين السبيل وما تفعلون الخير فإن الله بيعليم كتب عليكم قتاله وكروا لكم وعسنا تكرروا شيئا وخير لكم وعسنا تحبوا شيئا وشروا لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن شاء الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصدوا عن سبيل الله وكفروا به ومسر الحرام يخرجوا أهلي منه وكبروا من دروفة وكبروا من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموتوا وكافرون فهولئك حابطة أعمالوا في الدنيا والآخرة وهولئك أصحابون ناليون في خالدون إن الذين آمنوا لذين هاجروا جاهدوا في سبيل الله أولئك يرجونا رحمة الله والله وغفور رحيم يسألونك عن الخبرين والمن سيقول فيهما يثمون كبيروا ومنافعوا للناس ويثمون ما كبروا من نفعهم ويسألونك ماذا ينفقون قول العفو كذلك يبين الله لكم آيات علىكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن النار والله يدعو إلى الجنة والمفرط بإذن ويبين آيات للناس على لهم تذكرون ويسألونك عن المحيض قل هذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهنم حيث أماركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نسائكم حرثوا لكم فأتوحرثكم أن ناشئتم قدم لأنفسكم اتقوا الله وعلموا أنكم لقوا بشر المؤمنين ولا تجعلوا الله ورضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله فور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهرين فإن فاء وفإن الله فور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتبن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن رادوا إصلاحه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فيمساكم بمعروفنا وتسيحون بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شئا إلا يخافا لا يقيم حدود الله فإن خفتما يقيم حدود الله فلا جناح عليهم فيما فتتبه تلك حدود الله فلتعتدوا هو من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقا فلا تحلوا له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فإن طلقا فلا جناح عليه من يتراجعا إن ظن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا جلونا فمسكونا بمعروف أو سرحونا بمعروف ولا تمسكونا ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذ عيات الله وزوة واذكروا نعمة الله عليكم وأنزل عليكم الكتاب الحكمة يعيظكم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا جلونا فلا تعضلون أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظم من كان منكم يؤمنوا بالله واليوم الآخر لذلكم أزكالكم وأطهروا والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم رضاعته على المولود لو رزقونا وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسه إلا وسعى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعن الوالث مثل ذلك فإن أراد فصال عن تراضي منهما وتشاورين فلا جناح عليهم وإن أردتم أن تستغضم أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما هتيتوا من المعروف والتقوا الله وعليموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفروا منكم زواجية البصب بنفسهن أربعة سولين وعشر فإذا بغناجواهن فالجناح عليكم فيما فيهن فيهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أعرضتم بهن خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم وعليم الله أنكم ستذكرونهن ولكل لا توعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاي حتى أبلغ كتابه أجله وعلموا أن الله يعلموا في أفسكم فإحذروا وعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفريضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدروا وعلى المقتر قدروا متاعب المعروف عقل المحسنين وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرطوا لهن فريضة فنصف ما فرطتم إلا يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاي وان تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل لا بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا من لايقاتين فإن خفتوا فرجانا وركبانا فإذا منتوا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن تعلمون والذين يتوفرون منكم بذور الأزواج وصلت الأزواج متاعا إلى الحول غير خراجة فإن خرجنا فلجناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروفه والله عزيز الحكيم وللمطلقات متاعهم بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم أن يأتينا لكم تعقلون وقال لهم نبيهم إن الله قد بعثكم طاروت ملكة قالوا أن يكون له الملكة وعين ونحن حق بالملك منه ولم يتساعت من المال قال إن الله صفى عليكم زاد وبسطا في العلم وجسم والله يؤتي ملكة ومن يشاء والله واسع عنهم وقال لهم نبيهم إن آية ملكة آياتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآلوارون تحمله الملائكة إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصى طاروت بالجود قال إن الله مبتلكم من آل فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من يغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي قال الذي أظننا أنه ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنودي قالوا ربنا أفريخ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين فهزموا بإذن الله وقتل داود وجالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الأفسادة الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون والظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذوا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يغود حفظهما وهو العلي العظيم لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لمن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية ويخاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه إلا بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى النظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أليني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعون يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم أجروم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقته يتبعوا أذوا والله غري حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذين ينفقوا ما لو رئاء الناس ولا يؤمنوا بالله اليوم الآخر فمثلوا كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابلهم فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخير وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيه من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث من تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إذن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإذن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزنون الذين يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتغبطوا الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا عنهم الصلحة وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذروا بحرب من الله ورسوله وإن تبت فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتبون بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربا ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملي الولي بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجلوا ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجري ذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوا وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلموكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فلهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتوا من أمانته وليتق الله ربا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعمل عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بإله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكتي وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسه إلا وسعى لا ما كسبت عليهم اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لطاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين